العنود الهاشمة أهلا وسهلا فيك وشكراً لوجودك معنا اليوم بـ One Action Podcast اليوم أنت المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة The Futurist أنت كمان الرئيسة التنفيذية لشركة SDG العالمية شركة وعضوة مجلس بـ Green Terra Alliance أول شيء قبل ما نبلش أي شيء تاني شو يعني Futurist؟ ده يلي عم يسمعنا اليوم؟ هذا أممكن أهم سؤال بس خليني أبدأ أول شيء أني أشكرتش وأشكر بابسيكو فوردس خلنا نقول لهذه الفرصة أني نحن نتكلم بالعربي ونشرح بلغتنا أشياء مهمة بالنسبة لنا وكمجتمعنا فنبدأ أول شيء بـ The Futurist شو يعني The Futurist اللي هي خلنا نقول الشركة المستقبلية اللي تشوف في البعد اللي هو في المستقبل معظم الشركات لما تشتغل على استراتيجياتها تشتغل على استراتيجيات ثلاث سنوات، خمس سنوات، عاشر سنوات ولكن ما اشتغلنا نحن على بعض المشاريع خصيصا يعني بالتحديد التكنولوجيا وابتكارات تقدر تأهل لنا وتكون جزء من دورة العمال في الشركات الكبيرة اللي تستخدم التكنولوجيا والابتكارات تعطي أثر على المدى البعيد بما معنى أن تحسب لآثارها والنتاج اللي تطلع منها أنه شو ممكن التأثير يكون وتعرف تحاسب وتقلل من أي آثار سلبية في المستقبل كيف عم تشوفي التجاوب؟ هل عم بتحسي أنه عم بيكون فيه تجاوب من هالشركات؟ عم بيكون فيه تفاهم إذا بدك على قديش مهم نتطلع مش بس لثلاث سنين، نتطلع لعشرة وعشرين وخمسين؟ في البداية كان حوار غريب معهم أن ليش؟ فيما عطيناهم أمثلة على التوفير اللي ممكن هم يساوونه من ناحية الطاقة أو على الهوى وتنظيف الهوى في المكان العمل وتأثير الصحي على الموظفين عطيت أنا بعض الأمثلة يعني قاموا يعني معظمهم كان في ردة فعل إيجابية كيف نعرف أنها ردة الفعل؟ الأسئلة اللي كانوا يسئلونها أسئلة لأنه عندهم فعلا رغبة واهتمام كانت فيها كي تحديات لأن الموافقات في المؤسسة أو الشركة محتاجة أبعاد نحن نقعد مع ناس معينين نشرح لهم أما الصورة اللي توصل حق صاحب القرار مثلا ما تكون صورة كاملة أو صورة مختصرة أو ما تكون يمكن عن بعض الآثار الإيجابية مش كامل الآثار الإيجابية هاي بعض الصعوبات لعدم المعرفة وعدم توفر المعلومات هذه بشكل وافر للمستخدم أو كالشركات يعني إذا بديك تفكري شوي من هلأ لثلاثين أو أربعين أو خمسين سنة هل نحن عم نقوم بما يكفي الآن؟ يمكن يكون عندي خلنا نقول إيجابتين لنفس النقطة الإيجابة الأولى لا إحنا محتاجين وايد أكثر عشان نقدر نشوف الأثر لأننا الضرر اللي سويناه وايد كبير فعشان نقدر نشوف الأثر اللي فعلا يعطينا الحين الناتج الإيجابي اللي نقدر إحنا نحسه ملموس نلمسه نشمه نشوف الهو أفضل نشوف المحصول يكون أفضل فإحنا محتاجين أو بما معناه خلنا نقول التدريج المتكامل للتطبيق عشان نقدر نشوف الأثر اللي يطلع منا فبدون ما إحنا نكبر طريقة التطبيق للحلول والتكنولوجيا الأثر رح يكون بسيط بس بعض المبادرات نرجع للنقطة اللي هي المبادرات اللي تجمع بين دعم الحكومة والقطاع الخاص والقطاع العلمي ونشوف مثلا طلاب أكثر يقومون بالبحوث والدراسات وتطوير طلاب نفسهم اللي يسيرون يطورون بعد حلول ليش وايد مهم لما نحن نطبق الحين حل ونطلع ناتج إيجابي وايد مهم أن نشارك هذا التقرير أو هذه المبادرة وآثارها ونتائجها مع الناس ليش؟ لأن هنا نقدر نسوي اللي هو الرابل افكت أو تأثير الموجة نقدر الحين نحن نزيد كمية المزارعين اللي شاف المزارع اللي جنب قام يستخدم شغلة ما فيها كيماويات تعدل المحصول وترتب وخذ المعرفة وتم تدريب العمال الحين المزارع اللي جنبها راح يقوم بنفس الشيء وبالتالي المزارع اللي عقبها هذا كله يأثر بطريقة غير مباشرة ولكن تأثير نحن نشارك التجارب الإيجابية والتجارب الناجحة وايد مهم وحتى التجارب السلبية ما نوقف مية بالمية أنا على هيدا النقطة ببابسيكو بالشراكة مع WFP بليبيا ساعدنا عدد من المزارعين بأنه يقدروا يستخدموا الريب الطنقيت بدل ما يستخدموا الطريقة التقليدية وقتها رجعنا من بعد ما خلص البرنامج حكينا معهم كان فعلا اللي عم بيقولوه هنه أنه هنه خبروا مزارعين تانيين وصاروا المزارعين تانيين كمان بدهم هيدا الشيء لأنه شايفوا قديش هيدا الشيء ساعد بكمية المحصيل صارت أكتر وبذات الوقت وفرت ماء وفرت ماء كتير وطبعا يعني يعني بليبيا كمان المي يعني في سكار سيتي حاملة نادرة صح بالعربة حاملة نادرة حاملة نادرة مصدر نادرة مصدر نادرة مية بالمية فمية بالمية يعني أنا عم بقول أنه لازم المشاركة ولازم يقتنعوا كمان وهنه ما رح يقتنعوا وشوفوه وشوفوه مية بالمية لأنه هم يطبقون يعني هالناس اللي بإيدها تزرع وتحط البذور وتسوي الجرمانيشن وخلنا نقول الجرمانيشن نحن بالعربي يعني من البداية هم يشتغلون بيديهم فكيف أنا أي أقولهم شيء تكنولوجي ما يشوفون بعيونهم ممكن يطبق لازم أراويهم كيف ومن أبسط تنقيط شيء جدا بسيط وممكن يكون بأدوات جدا بسيطة ولكن كيف أنت الطبقة للزراعة وكيف تعرف أنت المعايير اللي تناسب زرعك أنت ومحصولك أنت هاي المعرفة الأشياء البطوطة ولكن أثرها على المدى البعيد يعني هاي المبادرة يمكن يكون أثرها أنتوا تشوفون مزرحتين أو ثلاثة رح تكون 15 مزرعة بنهاية الموسم بدأ أرجع شوية إلى The Futurist اليوم إذا بديك تختاري استراتيجية واحدة أو تكنولوجيا واحدة عم تشتغله لحتى تطوروها لمكافحة التغير المناخة عن أي مبادرة بتحكيني يمكن في نظري أنا تحول النفايات للطاقة هاي وحدة من المشاريع اللي أنا وايد مؤمنة فيها لأني شفت أثرها وشفت النتاج الإيجابية النفايات مشكلة لما تتخلص من مشكلة وتحول منها طاقة يعني شي جميل أنت خذت مشكلة تواجه العالم وحولتها إلى طاقة اللي هي طاقة نظيفة بدون أي انبعاثات كربونية تأثر على جودة الهواء اللي موجود في أي منطقة يعني أو أي مكان فيه اللي هو مكب النفايات فنت تتحول النفايات إلى طاقة شي مهم ولكن احنا ابتكرنا بعض الحيثيات أنه فعلا يكون انبعاثات صفر بدون استخدام أي كهرباء من القرد أو من الشبكة ويكون اندوبندنت أو خلنا نقول معتمد على نفسه ومستقل تماما من الشبكة الكهربائية يوفر الطاقة للعملية تحويل النفايات إلى طاقة من الحرارة اللي موجودة وتنبعث من البلانتا ومن المصنع فأنا عندي ويد أحس مهم لأن عارفة أنا مشكلة النفايات تكبر وتكبر مع زيادة عدد السكان في كوكب الأرض بشكل عام الشيء الثاني يمكن اللي يجيب في بالي اللي هو التربة عندي مهمة اللي نتأثر في الزراعة والطرق التقليدية اللي نستخدم فيها أحنا الأسماد وأسمدة وطريقة الزراعة وتستغل التربة بطريقة أن نتخليها قاحلة بعدين بدون أي مواد مغذية فنضطر نحنا نقلل أو التربة هاي اللي ممكن نحسنها مع الزراعة في طرق نحسنها مع الزراعة نحنا نأخذ نمتص كل المغذيات وغاية الأرض اللي هي مساحة يا لسه حاليا تنقص مع زيادة درجات الحرارة نحسن نخسر عشرة في لمية من المساحات القابلة للزراعة أو اللي ممكن نزرع فيها مع كل درجة حرارة ستزيد مع الحرارة المرتفعة اللي ستصير حاليا معلن حباس الحرارة فهذه جدا بعد عامل مهم عندي أحسن تربة ويد مهم لأنه عشان الفود سيكورتي والأمن الغذائي اليوم عم نشوف في مبادرات خاصة شبابية يعني إذا منتطلع على المنطقة ككل في كتير شباب عم يعملون مبادرات لهم علاقة بالاستدامة وبمكافحة التغير المناخ بس بيضل في صعوبات كمان خاصة بأنه صعوبات المادية إذا بدنا نحكي يعني كيف هيدا الشركات حتقدر تقلع كيف حتقدر إنه تأمن يعني إذا بديك المال اللي هي بحاجة لأله لحتى تقدر تكفي وتكبر وتوصل للي هي بده توصل له في كتير شركات عم نجرب كابابسيكو إنه ندعمها من خلال البرامج يعني متعلقة بيدعم المبادرات يلي إلا علاقة بالاستدامة بس في كتير حاجة لتمويل هيدا الشركات فهون شو برأيك أو شو نصيحتك لهيدا الشركات الناشئة الصغيرة لحتى تقدر إنه تكفي أشوف ويد ناس يحصرهم موضوع الاستثمار إذا ما يعني الاستثمار أنا ما بقدر أكمل بس يمكن يكون استثمارك من عميل هاي النقطة مهمة ونقطة لك تتعاون مع أحد عشان يكون عندك أنا بالنسبة لي أنا أنا تكلم من تجربتي أنا بروحي ما راح أقدر أسوي شي أنا عندي ناس مختصين في الكيميا ناس مختصين في الأحياء ناس مختصين في النباتات أنا يمكن عندي استراتيجي عندي الاستراتيجيات عندي البزنس مودل عندي المعرفة في بعض هذه المواضيع أو مختلف المواضيع هذه فأقدر أنا أجمعهم وأحصرهم وأطلع للفكرة الكبيرة ولكن أنا أشتغل مع ناس متخصصين في مجالهم يشوفونها من طريقة أنا ما أقدر أدخل وأشوفها بالطريقة اللي هم يشوفونها كل يعني يتعمقون في كل تفصيل أو دقيقة يساعدني أني أعرف شو المشاكل اللي أحراح واجهها في الفترة إذا طبقت هذا الحل أو هذا السلوشن والابتكار فلازم يشوفون شوي الموضوع من طرف ثاني أنا أحتاجه ورشان يكون عندي حل متكامل فتعاون التعاون هو سر النجاح قديش مهم يكون في شركات متكاملة مثل هذه اللي عم تقولي عنها خاصة بالمنطقة عنا لأنه يعني المنطقة عنا كمان التغير المناخي عم بيأثر عليها بشكل كبير فقديش مهم أنه يكون في شركات من الإمارات العربية المتحدة وأيضا من شرق الأوسط من الشرق الأوسط تكون يعني رائدة عالميا بما يتعلق بالتغير المناخي والاستدامة أنا أشوف أن الشباب اللي عندنا والعقول اللي عندنا إذا كانوا من شرق الأوسط منطقة شرق الأوسط وإفريقيا أو حتى الناس اللي عاشت تهني مواليد هني وعاشت هنيها فترة طويلة عندهم شي يميزهم عن أي تكنولوجيا تجي من برع أن أنت عارف العوامل البيئية وعارف طرق تنفيذها أو عارف خريطة الأعمال اللي موجودة هني لما يجي حد من برع عامل تكنولوجيا في جو مختلف للرطوبة معدلات رطوبة مختلفة للنوع ما يمختلف يعني أنا شفت وعي التكنولوجيا تجي من برع يطبقون هنا وتواجه مشاكل عديدة ما تنجح فهي الفرصة اللي عند شبابنا أن أنت عندك خلنا نقول الأبر هند أنت عندك اليد الأقوى أنك تعرف والمعرفة أن شو رطوبتنا وشو ملوحة الماي وشو المعدلات الدرجات الحرارة فأنت لما تطور التكنولوجيا مطورنها من المنطقة للمنطقة عندك هذا الشي فليش أنت قاعد تتريه أحس أن الشركات الناشئة من المنطقة هني عندها فرصة نجاح كبيرة بس يسونها بطريقة صح مش مبنية على رسومات وعلى أفكار ولكن على وجود مرشدين منتورز صحيح مرشد في مجال معين متخصص معين يعطيك معلومة معينة شخص متخصص في مجاله أو أشخاص أو فريق متخصصين في مجالهم وصدقني إذا عندك فكرة جدا ممتازة ووقعت الأوراق الصح رح يكون عندك ناس تدعمك ورح توصل بطريقة ما للي بيشوف الشي المميز اللي عندك لأنه أنت عندك المعلومات اللي كافية تخليك تنجح التكنولوجيا اللي عندك يعني هذا الجواب بفتكر لازم يكون كتير مشجع للي عم يسمعونا اليوم والله شوفها فرصة والله أو عم بيحضرونا يمكن أنه فعليا يعني ياخدوا الموضوع محمل الجد يعني لأنه فعلا شي مشجع اللي عم تقولي أنه إذا واحد عنده فكرة مبنية على كمان أسس معينة اللي علاقة بالمنطقة هون رح تكون فعلي أكتر من حل يجي من خارج المنطقة من برع يحاولون يشغلون هنيها وندفع وغايد فلوس وبعدين نواجه صعوبة في المنتين نسوف في القطع الغيار وفي التصليح القطع اللي موجود لأنه ما كان عندك الشورتكات فتوكل على الله إذا عندك شغلة بس أنك أنا دايما أقول لا تتوقعوا إلا ما أقولكم يلا قوفرت يعني يلا روح خاطر بكل شي لا لازم تدرس الموضوع تدرس بحذافيرة منه بيستخدمه السبلاي تشين ما لك كل قطعة وكل جزء منه أنت موين بتيبة هل هو متوفر متوفر دايما كم مصادر مختلفة اثنين اثلاثة للقطعة هذه أو للموضوع هذا عشان لو صار أي شي مثل ما صار كوفيد أنت عندك مصدر ثاني فكر في موضوع النقل واللوجيستيكس أن أقرب شي عليك عشان توفر مبعاثات كربونية وتوفر وقت وفلوس فشوف الأبعاث كلها لا تشوف الموضوع بس كفكرة ولما تشتغل مع المرشد أو المنتور المناسب رح يعطيك معلومات تزيادة ولما تشتغل مع أخصائيين رح مختصين في مجالات المشروع هذا خلنا نقول زراعة أو كان هوا أو كان يعني فيه مثلا مشروع اشتغلت فيه على الكوليتي مولة الهواء وجودة الهواء قعدت مع ناس منخصائيين في البكتيريا والجراثيم والهواء والهواء وتكلمنا عن الليد وتكلمنا عن المعايير المختلفة حق الجريم بلدين فلما تقعدين رح تكتشفين الحيثيات كاملة انتهني بمعرفتك ومعلوماتك ومعرفتك للمكان وحيثياته رح تطلع شي اللي ياي من برع شكل عام للناشئين يعني واللي عنده مفكار اليوم عم نطلع كمان على المستقبل يعني بس قديش مهم اذا عم نفكر بشي بنا نعمله للمستقبل كمان نفكر بالماضي لانه حكيت قبل شوي عن انه التراكمات اللي صارت كمان عبر السنين وصلتنا لمحال ما نحنا فقديش مهم نحنا نطلع للماضي لحتى نقدر نعمل مستقبل أفضل على كثر ما نحنا دايما نستخدم الماضي عشان يعطينا البروجيكتر يعني يراويننا الانعكاس في المستقبل يعني نشوف ارقام الماضي يعني مثال مثال اذا انا عندي مصنع قطن او قماش كم كمية القماش اللي تم انتاجه وبالتالي كم الانبعاثات الكربونية اللي طلعت من هذا المصنع واستخدم هذا اذا انا الحين سأحاول اطور مشروع للمستقبل عشان اقارن عشان اعرف انه فعلا هذا يشتغل لازم يطلع لي كمية نفس الشي او اكثر لانه في النهاية ما نبغي الاستدامة عبارة عن لوحات وتنديدات واسامي وعناوين نستخدمها لا نبغي الاستدامة فعلا شي يطلع لي ناتج اقتصادي ناتج بيئي ناتج اجتماعي يعني يطلع لي وظايف يطلع لي ناتج اقتصادي اموال مربح والثالث شي ان يكون له تأثير ايجابي على البيئة وعلى المجتمع فلما يكون المصنع يسنتج لي نفس الكمية او اكثر باستخدام انبعاثات اقل انا هنيها بديت اتطور انا الحين انا في المسار الصحيح هذا الشي الوحيد يخلينا نشوف وراء اي شي ثاني نحن نتفاد نشوف وراء لانه وراء كله غلط نتعلم منه نتعلم منه نستخدم بس ان نشوف لا والله انا دايما اشوف المستقبل بس استخدم الارقام القديمة يعني استخدم شو الارقام من القبل عشان نعرف التأثير او الايجابية او النتائج اللي يستطلع لنا في المستقبل في الوقت الحالي بس انا قد ما اقدر نحن نحب الماضي بس نحب الماضي الجميل عاداتنا وتقاليدنا وتاريخنا وعلمنا وثقافتنا والرياضيات مالنا هذا الجميل في شرق الاوسط احنا مصدر الرياضيات وعلم الفلك والعلوم والاحياء والصيدلة نحن احنا طلعنا هذا كله فلازم نرجع نرجع لهذا الوقت ونرجع ناخده ونطلع فيه انا عندي ايمان بالشباب اللي موجود عندنا في الشرق الاوسط انه عندنا العلوم كل واحد يرجع لأهله بيشوف انه يوم اليوم كان عندهم مزارع او كان تاجر او كان شيء منتج مربح مفيد نقدر نرجع لهذا كل وقت ونكون احنا المتصدرين في المجالات كلها ان شاء الله ان شاء الله وكيف فينا نرجع بس بزيت الوقت يعني اليوم عم نشوف انه ذكاء الاصطناعي يعني وين ما منتطلع فكيف ممكن نحنا كمان نقدر نستخدم الذكاء الاصطناعي باجات حلول كل هالمشاكل المناخية اللي عم نوجهها انا بالنسبة لي الذكاء الاصطناعي في بعض الحلول اللي عندنا والابتكارات على كثر ما نعتمد عليها في الامور اللي تسرع الاشياء اللي خلنا نقول ويتحسها مثال نستخدم ذكاء الاصطناعي في بعض الساتيلايت الاقمار الصناعي لما ناخذ صور لبعض المناطق وانحنا نقوم فيها باستخدام الحلول مالنا واللي نمتلكها لما يتم تطبيق الحل نستخدم الاقمار الصناعي عشان نشوف التأثير نشوف تأثير على النباتات وكمية المياه المستخدمة والانبعاثات الكربونية لانه عندنا حلول تأثر على هات ثلاث عوامل فنشوف الخضار ونسبة الخضار متى هني يستخدم الذكاء الاصطناعي اذا صار فيه اي تغيير في هذه المعايير الذكاء الاصطناعي نوهنا بتمبيه معين انه فيه كمية المياه مستخدمة اكثر هني فهذا الجزء ولكن هم حاليا حاليا ما يقدر ياخذ كل الاماكن اللي نحن كبشر لانه فيه اشياء حيوية جدا البشر محسوس وملموس نحن نقدر لازم نحس فيها بنفسنا ولكنه ممكن يسرع بعض الاشياء من ناحية قراءة المعلومات والداتا واللي خلنا نقول تصغر نسبة الوقت اللي محتاجين عشان نفهم المعلومات بشي شغلة بسرعة بيه معين فهي الفورمولة والتطبيقات والمعادرات المختلفة اللي تسرع لنا فهمها انا هذا اللي استخدمها خانيا شو ابعاد الذكاء الاصطناعي في المستقبل في وايد دروس وبحوث عن هذا الموضوع ممكن ياخذ وايد وظائف عشان يلخص لنا أو يسرع لنا الوقت ولكن بعد صنع لنا وظائف حق الناس اللي ممكن الذكاء الاصطناعي يحتاجهم عشان يقدر يكون بالذكاء الاصطناعي اللي موجود في المستقبل إن شاء الله بدأي أسألك عن COP28 اليوم نحنا هذي لتاني السنة على التوالي عم بيكون COP موجود بالمنطقة عنا كان بمصر وهالسنة بالإمارات يعني كيف كيف تقرى اليوم هيدا المؤتمر وقديش بيأعطي أيديك مهم حيكون هيدا المؤتمر بالنسبة للمنطقة والعالم حلو نرجع لفكرة اللي هو نحنا كنا البايونيرز وكنا القادة في جميع مجالات مختلفة في السابق وفي الماضي وفي تاريخنا بس حلو نحنا نشوف مرة ثانية نحنا نرجع على الخارطة العالمية ولنا تأثير إذا كان اقتصادي أو اجتماعي أو حتى بيئي ونشوف من المنطقة مبادرات كثيرة إذا كان في استثمارات كبيرة في مشاريع الطاقة المتجددة أو استثمارات كبيرة في الأمن الغدائي وتوفير الغداء والمحاصيل الغدائية في المنطقة هل منطقة لأننا عدنا بعد جيغرافي وعدنا تشكيلة جميلة في خلنا نقول في التضاريس الجيغرافية في المنطقة اللي يمكن تكون مناسبة حق أي نوع من أنواع الزراعة في منطقتنا في الشرق الأوسط ممكن نزرع أي شيء وهذا التعاون أنا شوفه يعني ويد مهم بس لما نتكلم عن كوب نتكلم عن أصحاب القرار مع مصادر الإنبعاثات ومع الإعلاميين والمختصين يقعدون مع بعض يتكلمون فإذا الحلو أن أنا أشوف من الشرق الأوسط نقاش صريح أكثر من النقاشات اللي شفتها من الغرب يعني ستصير نقاشات صريحة واقعية والاستدامة محتاجة صراحة ومحتاجة شفافية أن نتكلم فعلا عن النتائج السلبية اللي موجودة عشان نقدر نحن نحلها ونحولها يعني ننشل هالنتائج السلبية أو ننشل مصدرها أو نخفف النتائج السلبية قد ما نقدر بس محتاجين نقاش يعني صريح وفي شفافية بيننا كلنا بين هذه الشخصيات اللي موجودة فلما أسمع النقاشات مثلا اللي كانت في مصر نسمع التفاصيل كلها ونسمع المحاور والمواضيع نشوف أنه في نوع من النواع الشفافية في الشرق الالبسط ما شفناها قبل نقاشات يمكن توقعنا يمكن يتفادونها أو ما يتكلمون فيه لأن فيه شيئ ثاني أهم بس هاي شيء إيجابي وأن نشوفها مرتين دورتين متتاليات موجودة عندنا في المنطقة فهذا بعد أكثر إيجابية أن يعطيني أمل أن فعلا هناك رغبة قوية من المنطقة أن تقوم في تغيير الأمور ونحن عدنا وعي رغم أن الغرب لازم يكون عندهم أو نحن دائما متوقعين كدول دول تتطور ومش متطورة يتستل على حسب المعايير الموجودة عالميا أو دول في بعضها في دول الثالثة عالميا فنحن لو نشوف هذه نشوف أن فعلا الدول هذه اللي هي ستحط وملتزمة وحابة فعلا تغير فلازم نشوف أن الدول المتطورة لازم تكون هي بعد لها دعم أكثر لأن هذه الدول كان عندها سنوات عندها طفرة صناعية طلعت من خلال هذه الطفرة الصناعية الكثير من الفوايد وتطوير وبناء وعمار في الدول هم ولكن نحن اليوم نسي نتحمل مسؤولية هاي الطفرة الصناعية كالدول العالم كلها وعلى أكتافنا كلنا عالميا نحن نواجه هاي المشاكل فأشوف أن الحوار صار فعلا فعلا في مرحلة في مرحلة ما شفت أن نحن صرنا أكثر كيف أشرح لشي إياها ببساطة أكثر قدرة على أن نعطي أهداف ونلتزم في تطبيقها وشفناها على أرض الواقع يعني شيء يسعدني وايد لأني سأشوف أن دول غربية تقول أن نحن ما عدنا نفايات وما عدنا ويست ونكتشف بعدين أن هذا الويست يتم خلنا أقول التخلص منه في دول أخرى وهي التي تضرر منه فهذه الأشياء دعنا نشوف أفضل في تطبيق الأناس فعلا نشوف على أرض الواقع مشاريع في الطاقة المتجددة وأتكلمني كدولة الإمارات عندنا مشاريع توب ثري جلوبلي في الدول الثلاثة الأولى من ناحية تحويل استخدام أولا النفايات إلى طاقة أو حتى من ناحية الزراعة أو حتى من ناحية اللي هو البيئة المتكاملة من الغذائي وأهداف وشفنا فعلا على أرض الواقع تنفيذها وأنا أريد أضيف على اللي عم تقولي كمان دور الشباب يعني عم نشوف كمان قديش هلأ مثلا دولة الإمارات قديش مهتمة إنه يكون فيه صوت الشباب بكوب 28 وهيدا الشيء عن جد كتير مهم لأنه بالنهاية المستقبل للشباب يعني إذا هنه ما بيكونوا موجودين وما بيكونوا جزء من صنع الأرار بيكون فعليا عم نروح فرصة لهيدا الأصوات يلي فعليا عم بيكون عندها أفكار جدا مهمة وجدا مفيدة وممكن إنه تغير المسار يلي عم نمشي فيه دورهم مهم وأتوقع حتى بعد قط شو رح يسوون الشباب يعني نرجع للموضوع اللي هو تجميع هذه الحلول المختلفة عشان يكون عندنا حل متكامل الدعمية من الحكومة والتطبيق ممكنية من القطاع الخاصة يساعدونهم في تطوير هذا المشروع وتطبيقه فإحنا كلنا لازم نساهم عشان نقدر نشوف فعلا تغيير إذا كان في المنطقة أو في العالم العنود أنا صراحة كثير مبسوطة بالنقاش بدي أسألك بعد عن The Futurist بدي أرجع لا بدي أرجع لها لأنه حابة أسمع منك عن مستقبل The Futurist يعني اليوم كمان أنت بس تفكري بهيد الشركة وين بتشوف فيها بعد عشر سنين وعشرين سنة إحنا حاليا نشتغل على أشياء ويد مهمة بالنسبة لي تعفين أنا أنا أشتغل على شي ويد أكون متعمقة فيه إذا نحنا بغي نكون شي أكيد إحنا عدنا إذا نسوي حق العملاء أو شركاء حلول لعشرين ثلاثين أربعين خمسين سنة فإحنا اشتغلنا على حلولنا بعد على المدى البعيد فعدنا أحد الحلول إن إحنا طورنا حلول متكاملة لتحسين التربة فأي نوع من أنواع الحرارة أو الطبيعة أو خلنا نقول التضاريس أو حتى كموقع جيغرافي مهما كانت الحرارة مهما كانت الرطوبة مهما كانت نوع المياه المستخدمة لقينا حل تحسين التربة عشان تكون أفضل ويساعد في الزراعة بدون ما ياخذ المواد الميكرو نوترنس أو العناصر المغذية في التربة نضيف لها وما ناخذها بس فأنا عندي ويد مهم هذا أحد المشاريع لأن بعد هذا نتكلم إحنا أمية سنة حتى مش ثلاثين وربعين وخمسين سنة أمية سنة بلاس التأثير وهو ياخذ إذا طبقنا في أشياء اللي نحن خلنا نعطيش مثال في نواة في ناتج أو في نتاج تطلع قصيرة المدى يعني راح تشوفينها على المدى القريب وفي ناتج راح يكون على المدى البعيد فإحنا دائما نشوف هالأشياء أنه في ناتج حالي أو يطبق وفي ناتج وفي أشياء تأخذ وقت أكثر عشان نشوف الناتج ما لها ومنها اللي هي تحسين التربة مع الزراعة مش نحن ناخذ من التربة بدون ما نعطيها وهذا شيء جدا مهم والشي الثاني أنه نحاول نعدل التربة فهي تستخدم كمية مياه أقل مع الوقت فهنا نوفر الماء والثالث وانثبته في النايتروجين في التربة واللي هو يساعد في تحسين التربة وبهذا احنا نقصنا كمية السيوتو فعدنا الحين الرسيد الكربوني ممكن يتم خلنا نقول تطويره عن طريقة الحل فهذا أعطيتش مثال فهذا جدا مدى بعيد يعني لا بسيدا مثال كمان عن الحلول المتكاملة اللي كنا عمتك عنها حل متكامل فيشوف كل الأبعاد يشوف من ناحية الزراعة اليوم يشوف تحسين التربة الفترة القادمة تحسين التربة على الفترة خلنا نقول الأبعد مع الوقت يتم تحسين التربة زيادة وزيادة غير توفير الماء اللي هم يمكن يكون في ثلاث شهور فجدا نتائج مختلفة وتعطي المزارع أو صاحب المزرعة اللي هو خلنا نقول الناتج الإيجابي اقتصاديا وبيئيا في نفس الوقت فهذا مثال بس الفكرة لما نحنا نفكر كذا فوترس كومبني وSDG جلوبل وGreen Terra Alliance لأننا نشتغل نحنا بديناميكية معينة أنه لما نشوف مشكلة نشوفها من جميع الأبعاد فعندنا حلول مثلا النفايات فنحن مركزين على ثلاث قطاعات قطاع الطاقة قطاع الغذاء والغذاء دايما أنا دايما أقول تربة وماء وهواء أي شيء نزرعها محتاجها ثلاث أشياء والشيء الثالث اللي هو الصحة فمركزين على هات ثلاث قطاعات من ناحية الحلول المبتكرة أو السلوشن اللي موجودة عندنا العنود الهاشمية شكراً كتير لو وجودك معنا اليوم بوان أكشن على أمل أنه يضلوا النقاش مستمر لأنه كتير مهم أنه نضلنا نحكي عن هذا الموضوع بالعربي شكراً لك والفريق وان أكشن وبيبسيكو وكل اللي متواجدين واللي يسمعوننا وإن شاء الله نشوف من الجميع والمجتمع كامل تغيير إيجابي يخلينا نحنا فعلاً نرجع في الصدارة ونعد المجتمع لجال القادمة بإذن الله إن شاء الله